هل صحيح أنه علي الطنطاوي قال أنه الحسن البنى هو المجدد للدين أو شيء كذلك؟ قال نعم موجب بالمذكرات مات ويعتبرها يقدسة يعني يعتبرها بالمثال هو لما طرحت هذه الفكرة الدكتور وهذه مذكراته اللي هي خمس مجلدات موجودة عنده هو أنا حاولت أبحث الدكتور حمزة منزيني انتصل لله اللي أنت قلته وقبل بهجوم عنه تعرف علي الطنطاوي شخصية لها هالة عند مجموعة كبيرة من السعوديين وينزهونه على أنه يكون من الأخوان المسيح هو بالحقيقة عبدالله إحنا لا قضية هجوم على الطنطاوي ولا الأخوان كلما هناك فقدنا المعلومة هو هذه اللي أنا جايك فيها أنا مع الطنطاوي بكتاب ذكريات عن الطنطاوي الجزء الثاني صفحة 35 يقول أني صعب القياد لا يستطيع أحدا يسيرني في طريق لا أريد السيرة فيه أو ينطقني بقول لا أعتقد صحة ثم قال لذلك ابتعدت عن كل حزب أو هيئة أو جماعة أن أصير عضوا فيها يعني فهو يمفي موضوع العطو وإستطردوا قال ولطالما ظن قوم أنهم استغلوني حين جاءوا بي أخطب في نديهم وأنهم سخروني فيما يريدون ما دروا أني أسخرهم فيما أريد ذلك أن لي غايات ثلاث ما عدلت عن واحدة منها وش الغايات الثلاث؟ الدعوة إلى الإسلام إلى العربية والدفاع عنها وبيع محاسنها الدعوة إلى القوة ومكان من الأخلاق والذي نشر مما كتبت أكثر من عشرة ألاف صفحة ففتش وهل ترون فيها ما يكذب هذا للجعل الله موجود هذا ويصرح يقول لك أنا ابتعدت عن كل حزب أو هيئة ما نكون لا موجود يعني هو مبتعد يروح بخلية أخوانية لإطلاق صراح نواب صفاوي شو صف يتكال يعني يعني شو صف يتكال لما يروح وهذه خلية سرية راحة طبعا هما دخلوا للعراق حتى في واحد منهم منعون يدخل أعتقد يعني فيعني تتصور أنت كيف ليش راح معاهم هذا الكلام سنة 54 كيف نام 54؟ سنة 54 لأنه نواب صفاوي هو نعدم بداية 55 وبالتالي برأيك أنه علي الطنطاوي؟ لا لا كان أخواني ربما هو بعدين تخلى ربما تحول إلى الأدب فقط هذا صحيح لكن في عام 54؟ أنا اعتبره رجل فاضل واعتبره رجل أديب ولكن هذه حقائق طيب